السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا النهاردة ان شاء الله بإذن الله يعني هشرح لكم كده حاجة عن الاساسمنت بتاع الكوماتوز الاساسمنت بتاع الكوماتوز عشان ما هتدينه حقه هستغرق وقت كبير عشان كده هقسمه يعني هقسمه لفيديوهات قصيرة رب بس الواحد يعني يقدر يكمل الفيديوهات دي علشان يعني ما تباش تقيله على قلبكو يعني ما تتراوحه بين يعني عشر دقيق اكتر اقل حاجة زي كده يعني بدل ما اعمل فيديو واحد ويكون طويل قوي او اعملها على فيديوهين طوال لا افضلت ان انا هاخده كان فيديو ما اعرفش يعني انما كل فيديو هحاول ان اخليه قصير علشان يعني ما حدش يميله ويبقى علشان نوقته باته طيب الاساس من بتاع الكوماتوز يعني احنا علشان نقول ان العيان كوماتوز يبقى علشان يبقى علشان يبقى علشان وده سبكترم من الالرت اللي هو يعني زي وزيك وزي اي حد للكوماتوز في سبكترم سبكترم طويل زي ما احنا شايفين الالرت لما العيان يبتدي يهلوس هو بلخبط في الكلام بيشوف بيشوف ده يبقى ايه ديليريس والديليريس زي ما نشايفين على الاسبكترم بتاع الكومة اي فاكتر ساطل يعمل ديليريام سيفير نفس الفاكتر سيفير يعمل كومة يوريميا ميلد تعمل ديليريام سيفير تعمل كومة ليفر انكفالوباسي باتك انكفالوباسي ميلد ديليريام سيفير كومة وهكذا طيب الديليريام زاد شوية يبتدي العيني بقى ايه دراوزي مناعوز يعني مناعوز كده اللي ينام كتير انما تنادي عليه او تهز وكده يسحى في كده مدروخ طيب ابتندد انا طبعا بالعربي كاتب يعني ده يتسالي بيرسن يعني عشان كده نفضل ان احنا نوصف عن نقول العين دراوزي لان دراوزي بالنسبة لك ممكن احد تاني يفهم حاجة تاني لن أحد تسلح ان القيشي اللي يشراها لكن الابتندد يجب إنه يريد القيشي يثير ايه ن Likewise الاستيبروس بقى ده يعني مخدر كده يعني بيلوكاليز البين نايم على طول بيلوكاليز البين ممكن يفتح ما غير ما يكلمك ويعني ويسنك انتو ديب كوما تاني او ديب سليب تاني نبتدي بقى لو العيان مش اراوزابل لو هو مفيش لوكاليزن البين اكسنشن فليكشن لو مفيش فيربال ابتادين احنا هنا ناخش في ايه في state of coma سواء كان عنده وزدروور لفلكس الابدوميلا بوشترينج ده ابتدى هنا يخش ايه في الاسبكترم بتاع الكوما طيب وزي اي حاجة كريتيكال كوما دي طبعا حاجة كريتيكال ونسيان ايتم ممكن يأثر على البرجنوز بتاع العيان ممكن يدي ليه دياجنوز ممكن وحنا بشر ممكن ننسى فعشان كده الحاجات المهمة بيعمل لها شاكليست يعني مثلا في كتابة على فكرة اسمه الشاكليست مانيفستو كل الاندستريز اللي فيها خطورة على البني آدم بيعمل لها شاكليست ليه؟ لأن العقل البشري ده عرضة للنسيان لأخبطة فالشاكليست دي بتفكرك بأي حاجة علشان ما تنساش فده كده سكورشيت انا واخده من كتابة الكومة وعمل عليه شوية موديفيكيشن الهيستوري طبعا مهم جدا الابي سي لأي عيان امرجنسي الابي سي بتاعتنا دي لازم في امرجنسي الابي سي طبعا طبعا الابي سي انا هنا باخدها من منجم يعني ما منفعش ان انا اعمل اي حاجة وابي سي فيها مشكلة كده الفايتل سانس بقى بقى يشوفوا البلاك تويشر وده شوفته في سيركوليشن قبل كده البالس ريسباريشن التمبراتشر الجنرال الفيزيكال اجزاميناشن برضه ممكن يدينيك له النيوراديكال اجزاميناشن طبعا الكلام ده حيبقى ليه فيديوهات خاصة بيه وفي الاخر الكومة سكيلز طبعا علشان توصل لدياجنوزيز يعني كل ما مشيت على هذه السكيمة بتفاصيلها كل ما انت اقرب الوصول الدياجنوز كل ما انت اقرب الوصول الدياجنوز طيب ده كلام جميل نبتدي بالهيستوري الحييستوري ده مش عايزك ايه عملو لك مايسا كونسالتيشن في الاي سيو علاقيت للعين كوماتوز طبpezين اهل ولمان لا مش موجودين طب سلامه عليكو خلاص العيان اا 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 دو سي تي لا مش عايزك كده بقى ما عايزك لما تشوف العيان جماعة فين الهيستوري لا اصل الهيستوري ما تسكنش بانت على كده لا قلهم لا ما عليش انا عايز حد من اهله مش موجودين طب فيه تليفون طب فيه كذا طيب اتصلت بلا والله ما كنتش معاه ده محمود اللي كان معاه اخوه طيب ممكن تخلي محمود اتصل على الرقم ده اه وهكذا لغاية ما هتاخد معلومات قيمة جدا 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 ما تسمح الهيستوري بتاعين كوماتوز لا انا مش قادر يقولك حاجة فانت اعرف اليوم الـ 24 hours او الـ hours او على حسب بقى الـ progression بتاع الكومة هل هو acute فده مهم او انك انت تعرفه الهيستوري كتير اشوف consultation اقول history of from relative is imperative واجه قابلهم وده بيفيدني جدا 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 فdifferential diagnosis وخصصا الحالات اللي الـ diagnosis بتاعها مش واضح من الاول الانسر بتاعكم infrid كان abrupt ده كان بيأكل معانا وراح ده يبقى ايه؟ بازل اببتالته في الـ باز RESPECT وحتى بلبادئ واجه الهدك لا من البدايك الاولنى بيأكل على experiment ب license وبعد كده ممكن يحدث مع الأكيوت رايز في الائي سي بي وبعد كده يعان يبتدي بقى ايه اه 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 او يبقى دروزي وكده طيب لو الموضوع شوية واخد وقت ده ممكن نحن نفكر في هاموريج مثلا او سابق اكيوت اينفكشنز فالقنصة مهمة اوي 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 وكل حاجات المتابوليج بيبقى جراجوية يعني لو انت خدت اه 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 هستوري يقولك اه ده كان دروزي ده كان كذا ابتدأ ينام ابتدأ يلخبط اه 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 وبعد كده ايه جاء في كومة عيان مثلا اشتكى من هادك اه قبل ما يبقى كوماتوز اه ده كان في الاسبوع اللي تاعب فيه ده كان عمالي يقولي يراسي يراسي يبقى افكر بقى في حاجة انترا كرينيال انكفاليتس بيس او فيباينجل حصل فيها اه 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 بروبلم اه تنفق الويكنس يبقى برده ده بلوكالايز ميتر انترا كرينيال يبقى انا كده يعني اه 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 مش هفكر في المتابوليك حتى لو عيان عنده متابوليك فاكتور هابتدي ايه اركز اكتر على ان ي ويكون عنده انترا كرينيال مقدار حصله اه 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 في الوقت اللي هو قبل ما ايه ما يجي فيرتاجوا او كل السمنتص يبقى في ايه في البازيلا بازيلا مهم اوي في العين الاكويت كومات اللي جايلك في كومات لازم تفكر فيه لو 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 الكوز بتاع كومات مش واضح لازم تفكر في بازيلا اه 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 سرومبوز العيان قبل ما يتعب كان عنده هاليوسيناتشنز يبقى افكر في ايه؟ افكر ان احتمال العيان ده يكون عنده مثلا هيربس انكفالايتس او نامده انكفالايتس هي اللي في الاخر عملته كده الكلام ده مهم او يكون برضو متابوليك انما هيدك ومعها هاليوسيناتشنز ده ايه؟ يخليني افكر لا ده العيان عنده حاجة انتراكريني طب بريس ان انجيري سواء كان اكسدانتل او سبورت طبعا الديفيوز اكزونال انجيري من الحاجات المهمة طبعا او العيان السيتي بتاعه جايب انجيري وكوماتوز ومصحيش بعد الانجيري ومانت مشايف حاجة يعني عليها العين تقول ان ده هو اللي عامل الكومة فالديفيوز اكزونال انجيري من الحاجات سبديولا هيماتوما طب تقول لي سبديولا هيماتوما ده بتبعوض حاوي لا مش شرط ممكن انه جاي متأخر شوية والدنس بتاعيتها بقت ايزو دنس للبراين لا ممكن ان هي ايه غياب كده السلقاي هو اللي ممكن يشخص لك القصة ممكن دايسكشن ها دايسكشن عيان حصل سبورت بتاع مش عارفين نك تروما او ويحصل دايسكشن الكارتا او فيرتبرال ويجيلك بكومة او ميجر ستروك بازل ارطري او ميدل سيبر او انتنة كارتا ارطري سروموز وفيه البوست تروماتيك ديليد انكفالوباسي ده بتحصل بعد دايس او ويكس من الهيديما عيان يحصل له انجوري ويصحى لوسيد انترفال غير بتاعت الابيديوري لوسيد انترفال وكده بعد كده يصنق انتو كومة نتيجة للريز انتراكرينيال بريشر والبراين ايديما اللي بتدفلوب احيانا متأخر في العامين دولي طيب ميديكال انس ده عيان دايباتيك افكر في دي كي ايه مش كده ولا ايه او هايبوغليسيميا هتقول لي هايبوغليسيميا ده ما عملتله في الطوارئ ده ما اعتمال كان هايبوغليسيميك واده اول ما شافوه راح تدوله جلوكوز او بتاع فجلوكوز بتاعه بقى كويس انما لسه كوماتوز يبقى بوست هايبوغليسيميك ايه كومة حصل انجوري لو كانت طويلت فاخد بالك من النقطة دي رينال بيوريميك هارت العيان كاردياك ممكن كارديو امبوليك افكر في كارديو امبوليك او انفكتف اندوكاردايتس والرينال ممكن لو رينال ترانس بلانت افكر في الاتيبيكال انفكشن اللي العيان دول بياخدوا ساتوكسيك ميديكيشن كتير ممكن ان يكون عيان حصله الرست او سيفير هايبوتانشيون مجالك دلوقتي يبقى بتوشير بتاعه كويس ورد والهيستور دي ما ادرش تاخدوا ليه العيان جاي من المستشفى تاني مثلا احيان الهيستور بيبقى very deficient يعني فريسن ديليفري يعني بعد الديليفري امنيواتيك فليودي امبوليك افكر اتلامسي مش يحتمال العيان دي اتلامسي سيبتيسيميا بير برسيبس ولا سيبتيسيميا وفيه حاجات انت كنا هامورتش يعني لو كتش لسه عمالتي تتفع فكر فيه وفيه حاجات يعني مش كومن زي يعني حاجة بيسموها isolated هايبرامونيميا يعني دي من اليوريساكل ديفاكت اللي هي لما تبقى هي ايكس لينكت لما تبقى هي تيروزايجوس في الفيميل ممكن تبريزانت ليت مع اي متابوليك سترس العياني سانكين دوكوما ويحصل طبعا هيبرامونيميا وليبر فانكشن تبقى مش هفكت ريسينت كورونا ريكاستر امبوليزم مش كده ولا ايه امبوليزم ممكن او كوليسترو كريسترل امبوليزيشن سندرو ريسينت سيرجري او او بقى سيرجي دي عادة تخش بقى في حاجات كتيرة ملجانة هيبراثيرميا دوله يسمى مثلها procesيي او اي ممكن ي ocurال ب�ب Due انتر اوبرتف هايبوتانشن مع احتمال العيان ده جوه عملية حصل هايبوتانشن او ده اللي ما خليه ما ما يفوقش او الراس تحت والناس خايفة هما يعني are not documenting this او فات امبوليزم او ارثوبيديك سيرجري ولو سبانل اناستيزيا طبعا العيان وكمان في فريب احتمال افاكر في المنجايتس او انتراكليا هايبوتانشن حتى احيانا انتراكليا هايبوتانشن بس عادة ان ده بيحصل في السبانل سيرجري اكتر مش من اللي بيديورة اللي يعني صعب او يحصل من السبانل اناستيزيا انتراكليا هايبوتانشن انما لو عيان عيان مالسبانل اناستيزيا او بعديها ابتدى يبقى كوماتوز لازم لازم افكر في الانتراكليا هايبوتانشن خاصة لما فيش حاجة ايه تفسر القصة ده ساجينج بريم بريم السيكاتيكيستوري طبعا مهم جدا طبعا يعني العيان كنا قولنا كاتاتونيا او نم اس نيوليبتك مانagan سندروم من الدراجز هتلاقى راجد والسيكية عالي و سيروتونين سندروم بناعمه الاكساسيسو دراجز طبعا مهم عشان توكسيدرومز توكسيدرومز دي لازم تبقى نعرفينها شغال في الطوارق و شغال في عيسيومة لازم ايه فعرف التوكسيدرومز ايه حاجات الاستيملنت ايه حاجات الـ بتعمل ايه سهلة والدوية دي ممكن تعمل هي نفسها كومة لو هي أو تعمل حاجة يعني هيا بارتانيا انكيفالوفاسي ها هو مثلا استيملنت اقفتها منه هيباتيك فيلير أو يوريميا هم والالكول طبعا دي مهمة جدا انك تاخد هيستوري لها اتخليك انك انت تفكر في منطقة معاينة ممكن ما تفكرش فيها لو ما خدش الهيستوري طيب اهو ده كده انا جيت لنهاية الفيديو بتاع النهاردة وان شاء الله بلكو في وقت قريب باذن الله عشان نكمل ما رجعت بالي بي سي ويمكن ناخد معها الفيديو ساينس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته